تواجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي أزمات داخلية وخارجية بالسبب استمرار العدوان الغاشم على قطاع غزة وكذلك ممارسات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة وتواجه الحكومة الإسرائيلية اليمينية بقيادة بن يمين نتنياهو ضغوطا متزايدة في ظل مطالبات من عائلات المحتجزين بأعادتهم إلى ذويهم لم يعد فقط عدوان غاشما على غزة بل وكأنها تميمة حظ سيء ارتدتها إسرائيل دولة الاحتلال من أجل معركة بقاء فان ووجود بلا شرعية كانت أو ستكون فبينما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة تواجه سلطاته أزمات بالجملة تعصف بها داخليا وتصفعها خارجيا يوما تلو الآخر آخر تلك الأزمات يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بعدما وجد نفسه تحت ضغوط من عائلات المحتجزين لتحرير ذويهم في غزة ومن جهة أخرى تحت مقصلة أعضاء حكومته الرافضين تقديم تنزلات كبرى برأيهم للفلسطينيين موقف دفع إسرائيل لمحاولة احتوائه من خلال التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة حماس برعاية مصرية قطرية أمريكية المقترح الجديد يستند إلى إقرار هدنة جديدة بمدة أطول من تلك التي أقررت في نوفمبر الماضي وتفرض على إسرائيل إطلاق سراح 200 إلى 300 أسير فلسطيني في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 محتجزا إسرائيليا فضلاً عن إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً إلى غزة مقترح أوضحت الخارجية القطرية أنه نال موافقة الجانب الإسرائيلي بينما لا زالت تعكف حركة حماس على دراسته وبينما تواجه إسرائيل موقفاً لا تحسد عليه في غزة أوقعتها التوترات في الضفة الغربية المحتلة بفخ جديد عزز توتراتها مع حلفائها المشتعلة بالأساس لا سيماً مع الصديقة الولايات المتحدة بعد قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين والمتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بات مستواها لا يحتمل بحسب وصف الرئيس الأمريكي عقوبات أمريكية نادرة بحق الإسرائيليين قالت واشنطن إنها جاءت ضمن إجراءات تهدف لتقويد أي مسارات تهدد مصالحها بشكل خاص والسلام والأمن والاستقرار بالمنطقة بشكل عام اتهامات رفضها نتنياهو جملة وتفصيلاً زاعماً أن مستوطنيه ملتزمون بالقانون ويقاتلون من أجل الدفاع عن دولتهم إذن ربما هي شهادة شاهد من أهلها على ممارسات باتت على مرأة ومسمع من الجميع أو محاولة لتنصل من وصم تعار أدانتها الإنسانية باختلاف اللغات والأعراق والأتيان وما بين هذه وتلك يبقى الوضع لما هو عليه حتى عودة الأرض لأصحابها وانتصار الحق ولو بعد حين